اذكر بداية السنة بـ 2025 اشترية تجميعة في وقت تقود بثوث على بثوث فدائما وبكل بث الناس كانوا يسألوني عن تجميع عمالتي الي مشتريها يمتد تسوي الفيديو عنها وجوابي كان دائما إن شاءالله قريبا قريبا راح ينزل الفيديو عنها وحاليا مار ستة أشهر على 2025 ولحد لان الفيديو ما نزل اعتقد الموضوع اخذ كله شهوية فanno.. يلا دعني نصور الفيديو هسه هذه هي التجميع اللي نتكلم عنها خلوني أشوفكم إياها طبعاً مثل ما تشوفون ياه شوفوا طبقة الترابي اللي عليها أخوان بصراحة ما أستخدم من التجميع أهواي هسأ أقولكم شنو السبب إن شاء الله راح أتكلم إياكم عن تفاصيل هاي التجميع وأساساً كو يعني شغلة أهم من هذا الموضوع كله واللي هي شنو هي الحاجة اللي خلتني أحول من الماك على البيسي وأيضاً بهذا الفيديو راح أشوفكم شغلة ثانية إنو أنا رجعت من البيسي للماك مرة ثانية فخليكم بعض الفيديو وإن شاء الله تستفادوا المهم هذا هو الماكبوك اللي أخذته يعني بصراحة الهوسة اللي هنا خذت هذا الماك الـ M2 الماكبوك اير الـ M2 فاللي متابعني سابقاً يعرف كنت أستخدم الماكبوك اير الـ M1 صراحة كان كافي لاستخدامي للمونتاج اللي أسويه لكن يعني ما أعرف بصراحة شنو اللي جاني وأصرت فجعتين Gamerي وأريد لبيسي عساس داع لعب اللعب والمشكلة إنو أنا اشتريت بيسي واللي حد لعن ما لعب عليها لعب يعني كلش قليل فالمهم خلونا نشتيب التفاصيل المهمة حالياً سلا دقيقة هاي الإضاءة كلش عالية أعتقد هاي الإضاءة تمام تمام سلام عليكم شلونكم أتمنى يا رب تكونون بأفضل حال وانتم تشوفون هذا الفيديو بما أنه حالياً عطلة فأقلت ليش لا خلي صور فيديو عن تجميعه بما أنه هذا الوقت اللي أغلب الناس يفكرون نشترون بها تجميعه أو لابتوب جيمينج وان شاء الله لابتوبات الجيمينج رح تكون قادمة خلال الأيام الجاية بالاشتراك مع حسوني صديق حسين اللي ما يعرفه شوفوا هذا الفيديو هتعرفونه نرجع لموضوعنا اللي هو الخاص بالتجميع عمالتي أول شغلة أو أول معلومة أنه أخذتها مستعملة كل القطع أو كل القطع عمال التجميعها هاي هي مستعملة مو جديدة والشغلة الثانية بالنسبة لسعر التجميعه رح أذكرها بنهاية الفيديو على مود تكمل الفيديو للنهاية حاجة موحل وبصراحة بس يعني على مود بس اللي مهتم يكمل الفيديو للنهاية بالنسبة للمواصفات التجميعه تيجي مع معالج رايزين فايف 3600 اكس تي مع كرت شاشة من نفيديا الارتي اكس 3060 12 جيجا بايت والنسخة اللي عندي هي من جالاكس مو أفضل نسخة أكيد ولكنها مو سيئة الرامات 32 جيجا بايت والهارد عندي هاردين هارد واحد مئتين ستو خمسين وهارد ثاني واحد تيرا واثنينهم من اي داتا هذي كان تفاصيل تجميعه كمواصفات نجي للسبب الرئيسي اللي خلاني يتحول من الماك الى البي سي او الويندوت بشكل عام الشغل لا اول موضوع كل السهل انه بصراحة عربان ثاني لها شفت اصدقائي عادهم بي سيات تشغلون عليها مونتاج وبنفس الوقت يلعبون عليها الألعاب لكن اكفة جزئية عن نسيتها الموضوع هذا كلش حلو انه تلعب ألعاب بأي وقت تريد لكن نسيتها او تغافلت عنها بصراحة ما ادري انه انا شغلي مختلف انا انسان متنقل جدا يعني انا اروح صبح دوام صحة والدوام الثاني بشركة النبع تصوير عندي بأكثر من مكان فالموضوع موضوع التجميعه ما يخدمني ابدا انا كان عندي ماكبوك اير الامون الموضوع كان جدا سهل بالنسبة لي لما اكون موجوب دوام الصحة اذا ما عندي شغل خاص بالدوام افتح الابتبس ويهي مونتاج مع الفيديوهات القناة وفيديوهات النبع لما اكون بالنبع اذا احتاج في الشغلة سريعة اسوي لها مونتاج هناك فالموضوع بالنسبة لي كان كلش سهل وسريع اكمل مونتاج فيديوهات بأي مكان اما بالنسبة للوضع لما انخدت البي سي فالموضوع كلش مختلف اي شغلة عندي حطله كان بسيطة جدا لازم اخر الوضع كله الى ان ارجع للبيت وبالبيت غالبا المجالة اللي عندي يكون بالليل فالشغل كله يكون محصول فترة الليل لازم اجيب لي اشغل البي سي وابدى اشتغل على الفيديوهات فالموضوع كان بالنسبة لي تجربة سيئة جدا جدا اعيد وكرر الموضوع تجربة شخصية اكيد مو الكل راح يمر به هاي التجربة ممكن شوية طولت عليكم ولكن حشيت لكم التفصيل اللي صار ويايا والسبب انتقالي من الماك الى الويندوز او البي سي والان حاولت مرة ثانية من البي سي الى الماك واشتريت الماكبوك اير الامتو لان بصراحة بالنسبة لي وبنسبة للشغل اللي اشتغله ما ينفع عبد انه يكون جهاز المونتاج او جهاز الشغل يكون بمكان ثابت ما قدرت نقل به الحمد لله وشكر المشكلة هاي انحلت انقطينا تقريبا 700 دولار على هذا الجهاز لكن الحمد لله وشكر الان قبل لا احكي لكم عن تجارب الاداء بهالي التجميعة احكي لكم بالنسبة للسعر اخذت هالي التجميعة بالضبط بـ 500 دولار اللي هو كان يساوي 750 البنار عراقي بالنسبة للباقي البلدان مصر والسعودية راح خيلكم الاسعار هنا على متعرفون التجميعة كانت فقط كيس يعني الكيس ومحتوياته المعالج الرامات الموهر بورد الباور سبلاي وكل هاي الاشياء صار السعر مالتها 500 دولار وبما ان الفيديو عن التجميعة مالتي فاستخدماني الشاشة هاي ايضا الشاشة هاي من اي او سي 27 انج فل اش دي 75 هرتز الاسعر جيبي مالتها يمكن 97% الشاشة تعتبر ضعيفة ولكن مثل ما اقولتكم انا ممنوع لألعاب ألعاب وهواية من المفترض انه انا خدت البي سي حتى ألعاب ألعاب ولكن بصراحة الموضوع كان تجربة فاشلة وما لعبت عليه أي ألعاب فالشاشة هاي بصراحة شاشة اقتصادية متواضعة بالإمكانيات جودة مالتها فل اش دي تعتبر شي قليل اولف وثمانين فبالوقت الحالي اسعار الشاشات صار مناسب وممكن بسهولة بمبلغ ممكن مئتين دولار أو شوي أكثر تاخذ شاشة 2K اللي بها فارغ جدا واضح عن شاشات الفل اش دي وأكيد إذا موضوعك هلعاب وهي الأمور فلا تاخذ أقل من 120 هرتز بالنسبة لأداء التجميعة كشغل تشتغل على مونتاج فيديوهات وأيضا نصور 4K Log اللي هو الاس لوك 2 كاميرتير سوني ZV-E10 ما يعتبر فالشي جدا قوي بنفس الوقت هو مو شي ضعيف كاميرت المدى اللوني مالتها 8bit يعني كملفات تعتبر ملفات ثقيلة نوعا ما ولكن مو كل جد ثقيلة مثل 12bit أو 4K الاس لوك 3 يعني مع الكاميرات القوية يعتبر فالشي جدا قوي هذا يعتبر حاجة شوي أقل لكن أيضا مثل ما قلت هو حاجة قوية فشغلي كان على هاي الأمور كله وبصراحة مع التجميع هاي اللي عندي على الفل اجدي أبدا ماكو أي مشاكل ولكن على الفور كي مع الاس لوك 2 بصراحة أكو بعض المرات كانت عندي مشاكل الأداء مكان دائما سلس مثل ما تعرفون موضوع المونتاج موضوع يعتبر قوي ويستهلك هوايا من الرامات والمعالج وحتى من كرت الشاشة فموضوع الأداء على تجميعة لو أقارنا مع الماكبوك الأير الـ M1 ممكن متقاربين مع أفضلية بسيطة جدا للماكبوك الأير الـ M1 أما مع الـ M2 فلا الموضوع هنا مختلف جدا يعني الموضوع هنا أفضل واللي يستخدمون برنامج دافنشي يعرفون أنه برنامج كلش قوي ولكن موضوع المونتاج وموضوع الأداء اللي تحمل على الحاسبة يعتمد على مدى الاحترافية اللي تشتغل بها أنت ولكن أنتو شايفين فيديوهاتي ما تعتبر مونتاج كلش قوي وبنفس الوقت ما تعتبر فيديوهات يعني ما الشخص مبتدئ تعالوا سخلا شوفكم تجارب الأداء بالألعاب على هاي التجمية وعلى هذا الكرت اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة